لكن انا بتكلم هنا وبقول الحكم المصري لما بيخطأ مين بيحزبه؟ لجنة حكام بتحزبه ازاي؟ بتبعده شوية بتبعده؟ اه ايقافات داخلية ها؟ ايقافات داخلية تنزله درجة يلعب اللي بيحزبه تبقى ده في صالح الحكم؟ اه طبعا طب مش المفروض يقوله انت خلطت في كذا وكذا 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 ويديه فرصة تانية في اول جلسة قبل التدريب اللي بعد كده انت مش بتعرض على اللاعبين ايه اللي حصل في المباراة اه طبعا وتوري كل واحد غلط في ايه واخطأ في ايه ده كمان ده في المؤتمر الصحفي بيقول بعد الماتش بقول انا اخطأ في كذا وكذا ده ده كلام في الاعلام انما للعبين نفسهم للعبين نفسهم ومش فيه محل الأداء محل الأداء ده بييجي ومش فيه كاميرات خاصة بكل لاعب ويشوفوا تحركاته الكرة علم التحكيم كده كمان لازم قبل ما حكم اللي حكم مباراة ده قبل ما يحكم المباراة اللي بعد كده اين كان وضعها لازم يشوف اخطأه ايه في المباراة دي تحليل التحكيمي واحد من اهم من اهم الأدوات تطير التحكيم هل في حد عندنا بيحلل تحليل الحكام اكيد موجود اكيد لا انت مفروض بتقول اكيد انت هو واثق الناس لازم انا مش موجود انا شخصيا وانا موجود مفيش اسبوع يتلعب لما يتحلل طيب طالما بنتكلم حد التحليل انت شايف ان تحليل الحكام في التلفزيون على المباراة وينقض الحكم وليه كلام ده هل ده صالح الكرة ولا عملية تصفيت حسابات بين حكام بعضها وبعض هل حقف عن تصفيت حسابات ايوا تصفيت حسابات معناها ان انا بخوت في شخص الحكم وده مرفوض كويس لكن ان انا اجيب اللعبة واقول رأيي فيها من حقك من حقك اه طبعا النهاردة على فكرة احنا مصر فكرة افريقيا كلام ده موجود فى الدور الانجليزى موجود فى الدور الايطالى موجود فى الدور المانى في كل حده momentum بسرعة مبسطةangi بسرعة بقى رَجّع يا إبراهيم ونازل يا حسين ورفع مه ان الا لازم ارْجع ليه ده الفار بيعمل ک pum مه الفار بيصح زامل بقى تمام الدنيا قلت شوية لان الفار وفر عليك الوقت هى الحاجة اللى انا يهى عش Mountain مع احترامي هى طبعا بحترم كل الزملائي اللي بيحللوا أنا ما بحللتش في قنوات مصرية دلوقتي لابن هجيلك في الجزائي دي بتاعتك أنت هنكلم لكن أنا ما احترامي ليهم جميعا أنا في حاجة في تقنية الفار اللي ما يعرفش أنا بقوله تاني هو اللي هو الترينجل سيستم في الأوف سايد يعني إيه؟ ده موجود يا كابتن مصطفى التدخل بشري فيه محدود يعني إيه؟ يعني الحكم بيوقف بس الصورة اللي هو حكم الفيديو بيوقف الصورة ساعة لحظة لعب الكرة اللي هو في غرفة الفارف أيوة اللي هو في غرفة الفارف لحظة لعب الكرة اللحظة اللمس الأولى دي حاجات متعرف عليها وبعدين بيحدد بيديه الآخر جزء على الشاشة من جسم المهاجم وآخر جزء من جسم المدافع ويسيب الماكينة تشتغل أوتوماتيك لوحدها تطلع بقى الخط الأزرق تطلع خط الأحمر يبقى أوف صايد أنا ما ينفعش أعلق على دي ما هي دي؟ ما عنا بقولك احنا بنمط في الكلام بتاعنا أنا ما ينفعش أعلق على دي وتاني بقولها نصيحة الإخواني اللي بيحلله في التلفزيون تلما ده تم تطبيقه على الحالة ما ينفعش تقول أنا بختلف مع شراء طب انت شايف الفترة اللي هي التحليلية للحكام بعد المباراة المفوض تاخد وقت من قد إيه حسب الحالات اللي في اللي حسب الحالات يعني لو مثلا أقول الماتش مليان حالات تاخد وقت قد إيه أنا كان فيه أوقات كانت وصفة كنت باخد ثلاث دقايق ثلاث دقايق لين بيجيب أهم الفقر وفيه أوقات كنت بقعد أكتر من تلت ساعة تلت ساعة ده أقصى حاجة مش أقصى هي الفكرة حسب الحالات اللي موجودة وبعدين هي مباراة واحدة ولا ثلاث أربع مباراة لا ما عنا بكلم على العالم كله بيحل المباراة واحدة لا إحنا هنا بنحل لأكتر طب ما هذا مش مظبوطة كده هو لازم كل مباراة تتشاف بالكامل عشان ندي الحاكم أنا معك لكن أو بمعنى صح ولازم نوع في الأفراد كبير أو بمعنى صح أنت ممكن تحلل المباراة دي النهاردة وتعمل برنامج أسبوع تجيب بيه كل المباراة ده المفروض لا ما حللش تتارب عموريات بتبقى أحيانا بيتضغط عليك في الوقت فبتاخد بتنسى لقطات وبتبقى مهمة